بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نتحدث إن شاء الله في أكثر من مسألة المسألة الأولى قبل سنوات بعض الإخوة أرسل لي شريط هذا الشريط باللغة الأوكرانية وكان هو عبارة عن لقاءات منها لقاءات مع يهود في إسرائيل وطبعاً الآن بدنا نتحدث اليوم عن خلاصة ما كان في الشريط كما قلنا قبل سنوات أكثر من سنتين وما أظنش أكثر من ثلاث سنين تقريباً الآن بعض الأخوة لما سمع في الفيلم اللي أنزلناه واحد واحد تم تنزيله في واحد واحد ألفين واثنين وعشرين كأنه ذكرت مسألة أوكرانيا ومسألة الكدس السماوية في أوكرانيا ثم الأخ اللي المقدم يعني قاطع بسؤال ومتحدثناش طويلاً فالآن بيسأله طبعاً ليش بيسأله الآن؟ لأنها أوكرانيا وحرب هو ممكن الكلام اللي بنا نقوله يضيف للناس خصوصاً اللي بيحللوا لأنه اليوم كثر الناس اللي بيحللوا مسألة الحرب وإيش الأساس؟ لماذا كانت الحرب؟ وين رح تذهب الحرب إلى آخرين نرجع إذن للشريط اللي هو أظن كان وقتها في حدود ساعة ونص ساعة ونص يبدو أنه في فئات من الإسرائيليين الآن بيرفعوا شعار أنه الكدس السماوية ليست في فلسطين الكدس السماوية في أوكرانيا الكدس السماوية في أوكرانيا طبعاً هو يعني إذا بتذكروا في موضوع كيف قامت إسرائيل في فلسطين طبعاً كانوا يمهدوا إلها بشعارات وتفاصيل واستغلوا الدين استغلوا الدين مع أنه القادة اللي أقاموا إسرائيل أكثرهم علمانيين أصلاً لا يؤمنون بالدين لكن موظف الدين الآن الآن بدي يوظف الدين مرة أخرى لكن مش في فلسطين في أوكرانيا طيب إيش يعني؟ ليش أوكرانيا؟ أولاً هم يقولون أنه فلسطين 27 ألف كيلومتر مربع ثم من سنوات قليلة أصبح عدد الفلسطينيين من سنوات قليلة أصبح عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية بزيدوا عن اليهود بأكثر من ثلاثمائة ألف بزيدوا عن اليهود بأكثر من ثلاثمائة ألف معناته رايحة الأمور لأوين؟ أنه الأكثرية بدها تكون عرب تمام؟ الأكثرية عرب طيب وليس بإمكان اليهود أنهم يبقوا يتصرفوا بالطريقة الموجودة الآن وخصوصاً أنه وخصوصاً أنه العالم بتغير لاحظت مثلاً في مسألة أنه الآن في الأمم المتحدة بدوا يتحرك أو بعض المنظمات مثلاً Human Rights Watch قالت أنه إسرائيل دولة فصل عنصري وهي اللي بيعفوا في القانون بيعفوا قداش خطيرة طيب للأمام شوي وخصوصاً أنه في متغيرات على مستوى العالم متغيرات وكأنه إحنا مقبلين على عالم جديد فهم الآن بقولوا هذا الكلام كان من سنوات بقولوا وما فيش أفق للحل فيش أفق للحل طبعاً ليش فيش أفق للحل في أسباب كثيرة مش هذا مقامها فيش أفق للحل وفيش مجال تبقى دولة فصل عنصري وتمارس الممارسات اللي بتمارسها وكل يوم كما تلاحظوا بزيد تأييد الأمم للشعب الفلسطيني وهذا بدأنا اللاحظة في المثقفين حتى في أمريكا وبدأنا اللاحظة حتى بين اليهود في أمريكا أصبح في منهم يعادي إسرائيل وفي بريطانيا في الدول الأوروبية الدول الأوروبية سبق تحدثنا أنه نتنياهو اعتبر أن الدول الأوروبية تعادي إسرائيل إذن هم بيرصدوا التحولات على مستوى العالم وعلى المستوى الإقليمي بقول لك طيب هذه 27 ألف كلمة المربع أكثرها صحرة العرب أصبحوا أكثرية مش بالإمكان لاستمرار بالخطط الموجودة ثم أنه اليهود اليهود في العالم يمتلكون مش المليارات تريليونات طيب هذه التريليونات لماذا لا توظف في مكان تبنى فيه دولة عظمة ويكون فيها اليهود طيب أين هم يقولون أو كما جاء كما كنا في في الفيلم الوثائقي أنه بيقولوا أنه أوكرانيا 600 ألف كلمة المربع لا قارن الآن 600 ألف مش 27 هذا واحد اتنين وكثير من اليهود أصلا هم مهاجرين إلى فلسطين هنا ما يسمى بإسرائيل مهاجرين جاءوا من أوروبا الشرقية وبالذات أوكرانيا أوكرانيا وثم أنه لما أنت بدك تضخ التريليونات لتبني الأوكرانيين مش هكون عندهم اعتراض خصوصا أن نوضعهم الاقتصادي تعرف الدول هاي اللي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي ووضعها آه لا زال وبعدين حتى قضية الدولار هناك بيعمل اشي كثير طيب هو اليهود على فكرة المجوب بدهم ينشئوا مشروعهم في فلسطين ساعدتهم بريطانيا انهم يشتروا أراضي يشتروا أراضي بطرق مختلفة وبريطانيا كانت منتدبة وفي بعض العائلات اللي كانت تمتلك أراضي في فلسطين ليست من فلسطين أصلا على أي حال لما قامت الحرب في 1948 1948 لم يكن اليهود يمتلكوا أكثر من 6% من الأرض أكثر من 6% لكن هم بدوا مشروعهم من أيام الدولة العثمانية وخصوصا يعني لما كان في سنة 1882 مذابح لليهود في روسيا القيصرية هاجروا إلى الدولة العثمانية وجاء قسم منهم إلى فلسطين وبنية أول مستعمرة في 882 فهم أيضا ممكن أنه يبدوا يضخوا في أوكرانيا الأموال والمشاريع اللي بسيطر عليها اليهود أنت بتعرف اللي بيحكم في النهاية المال وخصوصا إذا بيشتروا الأراضي وبتوسعوا في شراء الأراضي ثم هم يملكوا جنسيات بسهولة خصوصا أنه في يهود من أصله لذلك الرئيس اللي نجح في 2009 في أوكرانيا بالانتخابات هو يهودي هذا الموجود الآن يهودي وهذا أكيد أما يعني هناك قول أيضا الناس بقولوا أنه حتى رئيس الوزراء رئيس مش بس رئيس رئيس الدولة نقول رئيس الوزراء كمان يهودي ويبدو أنه موضوع أنه الكدس السماوي في أوكرانيا هاي بدها مخطط من ضمنها أنت استثمر في أراضي أوكرانيا وابني مشاريع وتفاصيل فبالتالي يعني الشريط هذا والفيلم الوثائقي بقول أنه في مجموعة من اليهود في إسرائيل ذهبت ذهبت والناس ودعوها يعني يعني زي احتفال هاي هذول الناس اللي هم بدون نكون الرواد الرواد في بناء المشروع وتسهيل الأمور من أجل أن تكون أوكرانيا دولة لليهود خصوصا وكما قلنا تريليونات اليهود وهذا يبدو مشروع احتياطي هذا يبدو أنه مشروع احتياطي شو المقصود بمشروع احتياطي لأنه هما على ما يبدو عندهم معلومات أنه المجتمعات الغربية الآن لها وجهة نظر مختلفة عما كانت قديما وأنه الآن العالم يحتاج أن لا تكون إسرائيل حتى موجودا وإلا شو اللي بيجعل واحد زكي سنجر في 2012 يقول بعد عشر سنين ما في إسرائيل وأكد وقال للصحفية الأمريكية قال لها أكرر بعد عشر سنوات ما فيش إسرائيل هذه معلومات هذه مش ممكن تكون تحليل خصوصا ما بتحدد أنت السنة هذا بيكون تحليل وتكرر تحديد السنة من أكثر من ويبدو أنه اليوم في إحساس أنه فعلا الناس المتنفذين في المناصب في إسرائيل كأنهم بيهمسوا تشعر من همسهم أنه فعلا الغرب الآن لا يريد أو مش معني ببقاء إسرائيل في المنطقة ليش الآن هذا مش اليوم هو بدنا نتحدث في هذه القضية شو اللي يجعلهم بهذه الطريقة لكن هناك مؤشرات أنه فعلا الطبقات العليا فاهمة طالما أنها فاهمة لابد أنه إيش يكون في مشروع احتياطي زي ما كان في فلسطين على فكرة لما في الثمانية وأربعين ما هم من قبلها كانوا مقترحين بلاد ثاني أغندا مثلا وفي فترة اقترحوا سينة سينة أرجنتين بشيك أغندا وهون في قضية أغندا يعني على فكرة هو لما مات هيرتزل في المؤتمر الصيوني السادس استطاع قبل ما يموت يعني كان المؤتمر الصيوني السادس 1903 استطاع هيرتزل يقنع المؤتمر أنه الآن فيش مجال فلسطين فلتكن أغندا فنزلت خارطة فلسطين وطلعت خارطة أغندا هذا في أي مؤتمر في المؤتمر السادس سنة 1903 الآن مات هو 1904 هيرتزل الآن في المؤتمر السابع في المؤتمر السابع في داخل المؤتمر اللي سيطروا بالتصويت وغيره هم الناس اللي لا المشروع يجب أن يكون في فلسطين ففي المؤتمر السابع نزلت خارطة أغندا طلعت خارطة فلسطين إذن يعني حتى هيرتزل في آخر عمره والأممات كان بتبنى أغندا مش فلسطين مع أنه هو على فكرة كان كان كاتب قصة خيالية اسمها أرض قديمة حديثة أو قديمة جديدة أرض قديمة جديدة هذه قصة هو متصور بخيال بتخيل هيرتزل كيف راح تكون في فلسطين بعد كذا سنة بتخيل وكأنه بيبين كيف أنه المشروع بيكون وناجح وحتى هو بيعتبر أنه العلاقة بين العرب واليهود تمام تمام وكذا ولكن واضح أنه كان بيعتبر أنها راح تكون دولة العالم كله راح يحتاجها في أمور طبعا بعدين هو اقتنع أنه ما فيش مجال ما فيش مجال خصوصا لما وجدوا أنه الدولة العثمانية وخصوصا يعني عبد الحميد كان موقفه صارم من هذه المسألة وما قدروا يرشو في هذه المسألة فصار في تحول في اتجاه أغندا الآن يبدو عندهم معلومات وين يعني متغيرات في العالم وأنه يعني ما عادتش إسرائيل شي مهم للمجتمعات الغربية في مقابل أهمية حتى المسلمين والعرب لأنه هم مقدمين على صراعة وحياء وموت خصوصا في عالم الاقتصاد طيب ماشي فإذا ليكن هذا المشروع الاحتياطي اللي هو الكدس لاحظ الشعار كيف الكدس السماوية شوف الدين الكدس السماوية في أوكرانيا طبعا من زمان في مواقع فكرة في أوكرانيا بيحجولها اليهود ها طبعا ما هي هاي قضية التقديس مرات بيكون عندهم حاخام كبير وكذا هذا ممكن يصير قبره مكان للتعبد والمقام والتفاصيل الطويلة يعني هذه الأديان يعني تدخل فيها الوثنيات وللأشخاص وللأشخاص أحيان يعني بعضهم كان يدعي أنه بعض الحاخامات أنه هو مخلص اليهود وهو المسيح المنتظر ويقدسوه بطريقة عجيبة طيب وانتو شفتوا الاحتفال هذا اللي سقط اللي سقط الاستاد إذا صح التعبير بالجسر سقط في الناس هم كانوا بتعبدوا وين وبيحتفلوا في مكان حاخام قديم طيب وفي أوكرانيا في بيحجوا طيب هو العجيب في الموضوع أنه ذكروا أسماء من الناس اللي بأيدوا هذا في الفيلم الوثائقي اللي قلت عنه من سنوات ذكروا أسماء لنما نفت انتباهي اسمين من اللي بأيدوا المشروع الأول نتنياهو الثاني لبرمن عجيب لبرمن نتنياهو فالمشروع هم يبادئين فيه الآن الآن قامت الحرب الآن فالناس صارت تتساءل إيش شو قصة أوكرانيا طبعا اليوم فكرة في التحليلات إذا بتلاحظ بالنسبة للحرب أنا راح حط مثلا الإعلام العربي الرسمي بتجدوا مقسوم قسمين قسم من أول ما بدت الحرب يظهر لك أوكرانيا المظلومة التي تحدي سوفيتي هذا الدب اللي بده افترسها وأنه انتو مش يعروك إنها إيش مستضعفة وأنه في المقابل في إعلام ثاني روسيا الآن تورطت تورطت وبدوا يتكلموا عن القتلى بالآلاف تدمير دبابات كذا الأخير أصبح حرب شوارع يعني لحد اليوم تقرأ هو على ما يبدو أنه الغرب الغرب في البداية كان معني أنه يظهر والتالي الإعلام العربي الرسمي لهذول الطغاء اللي هم أصلا بيخضعوا للغرب من أصله يبينو لك أنه الاعتداء وأنه أوكرانيا وهذا الوحش وهذا الدب ويظهروا لك أنها أوكرانيا مستضعفة مستضعفة أبين ما تورط بس لاحظنا منهم الآن ردود فعل يعني تصور كان الرئيس الأوكراني يقول وين أوروبا ليش خذلتونا وين كذا ويجي مثلا بايدن يقول إحنا مش معنيين بالتدخل العسكري وإحنا طيب يبدو هذا ساعد أنه بوتين يقدم على الخطوة أقدم على الخطوة بدأنا نلاحظ أنهم بدوا أبدوا بطريقة مختلفة يعني بعد فترة فكان الإعلام يخدم جزء من إعلام العرب يخدم هذه المسألة في إعلام ثاني كان لا يبين أنه لا روسيا متورطة وميك لهوا زي ما بقوله طيب ولحد اليوم على فكرة بتجد الناس من كسمين من كسمين حتى في الإنترنت كثير اللي بدهم هو اليوم زي ما قلنا الإنترنت سوق صار أي واحد بستطيع يدلي سواء كان بفهم سياسة بفهمش سياسة متبع تاريخ مش مبيع مش متبع تاريخ سواء أي واحد صار اليوم سياسي بقول ولكن أكثر هذه التحليلات حتى لو بحللها كبار من الكبار الناس المتخصصين هي أكثرها وراءها الرغبات شو رغبتك أنت خصوصا إذا أنت بتأيد مثلا روسيا ترغب في أنه روسيا هي اللي تنتصر بتجد أنه كل التحليلات في تجاه أنه روسيا قوية روسيا قادرة روسيا بتقتحم روسيا بتحتل روسيا ها جزء من المحللين جزء ثاني من المحللين مبارلات ومسوغات آه آه ومسوغات لماذا أنه هي الظالمة هي أوكرانيا وأنه مسوغات ليش تدخل الروس ولش آه طمام أنت بظنوا الناس أنه هذا التحليل هو يعبر عن واقع لا هذه رغبات تمام أو أو سياسات من ناس مرتبطين ناس مرتبطين بدول مثلا مرتبطة بروسيا مرتبطة بروسيا وبعضهم ممكن منتفعين لأنه الدول هاي كلها إلها أجنحة وكمان تستخدم الأموال في الاستقطاب الناس صحفيين محللين تفاصيل هذا بصير وفي المقابل في المقابل مثله الناس اللي مثلا هم بجوز ما كانوش يسمعوا في أوكرانيا ولا هم مهتمين في أوكرانيا لكن الآن وين راح اتجاه الغرب اتجاه الغرب ضد روسيا بتجد التحليلات برضو في هذا اتجاه يعني أنت ما بوصلكش المعلومة الحقيقية أنت صعب يوصلك المعلومة الحقيقية حتى تبحث عن الناس محايدين ومجربين وخبراء خبراء ومحايدين ومجربين في صدقيتهم أما ولذلك الناس اليوم بتوهوا أنه نسمع أنه الجيش الروسي يتراجع نسمع الجيش الروسي يحتل الجيش الروسي كتل منه الكثير ما هي الحرب أصلا برضو ما هو جيد نفهم أصلا أنه الحرب الحرب في النهاية أولا الحرب وخدعة ومن ضمن الخدعة اللي ممكن كيف أنت ممكن تخاطب الجماهير وأنا أذكر قديما يعني في مسألة لما كان ما فيش فضائيات على فكرة كنت يجد الشعب الفلسطيني معلوماته أكثر ذا من وين من إذاعة الإسرائيلية من التلفزيون الإسرائيلي من الإذاعة الأردنية من التلفزيون الأردني هذا معظمه وطبعا في ناس يفتحوا على مصر مثلا بس إحنا في مصر هنا من 1997 عفوا 1977 لما جاء السادات هنا لاحظت أنه بعد ما كانت إذاعة القاهرة هي الإذاعة اللي يأخذ منها الناس طبعا والبريطانية كانت برضو البي بي سي البي بي سي البالعربي أو من تي كارلو تمام لكن العجيب بعد ما جاء السادات هنا لاحظت أنه يعني كثير من الناس ما حدش يعرف وين تقع الإذاعة المصرية في الراديو وين خصوصا الراديو أما تقول لي تلفزيون وما سي يوم صار فيه فضائيات والناس في قلبه وما أظنش فيه حدا باهتم لا سي سي ولا غيره بس من أيام السادات بدأ التحول هذا بعد ما كان الأساس وتأخذ المعلومات والثيقة والتفاصيل من إذاعة صوت العرب مثلا لا الناس أبعدت تماما طب كانوا تصور يفضلوا يأخذوا من الإذاعة الإسرائيلية يشعروا من خلال التجربة أن الإذاعة الإسرائيلية والتلفزيون الإسرائيلي فيه صدقية وتحليلات وفيه تجد بيجلسوا مثلا في التلفزيون الناس متعارضين وتفاصيل ولكن الملاحظ أنه لما كان يكون في حرب في حرب ينقلب الأمر بيصبح كذب كله يعني كنت تلاحظ الكذب لأنه في حالة الحرب مش فاضي أنا أمسح أدمغاء هاي مسألة مصيرية مسألة مصيرية فبتجد في حالة الحرب كانت تنقلب تماما بكذب مفضوح تمام طبعا جربناهم يعني كنا وعيين لما قامت حرب مثلا في 73 73 مثلا حرب 67 بس مكناش نعرف وقتها إسرائيل وإذا عسر إنما مثلا في 73 كان واضح وبعدين دخول لبنان وتفاصيل برضو هاي كله كنت تلاحظ فالكذب هذا بيحصل فالناس يكونوا طبعا وعيين لهذه المسائل وبالتالي ممكن ما يخدوش من مصدر واحد مش مش فقط دائما مصدر يعني في بعض الناس اليوم من أول ما تسمعوا وهو يحلل أو هو تناقشوا أنت بتقدر تقدر هذا بيسمع وين بيسمع وين مثلا مثلا تجد بعض الناس اليوم اليوم مثلا طبعا أنا ما ليش وجدت نظر الآن في الجزيرة بعد ما كانوا دائما بيفتحوا على الجزيرة هل كنت بيقول لك هذه الجزيرة منحازة ومثلا أنا ولي بيقول منحازة هذا بدي يكون منحازة وين ايش تاني اه لا ايش تاني مع أنه أنا ما عمريش قيمتها عصلا الجزيرة إلا عابرا انادر هذا الكلام لأنه ما نفاهم الطبخة كلها مش وقته فهذه هذه قضية مهمة الآن تخليني أعرج الآن على أنه اليوم قدش في الشهر هو اليوم اللي مسجل فيه ثلاثة الشهر ثلاث تلاث اه على فكرة أنا أذكر وأنا صغير يعني ولد صغير لأول مرة بمشي فيه مظاهرة وأنا مش داري شو مظاهرة يعني لكن لحد الآن أذكر هتفات الجماهير المخدوعة اه ثلاثة ثلاثة كن قالوا انت را دي كلوب هيك يقولوا الجماعة يقولوا مو كانت ثلاث ثلاث سلاث ثلاث ثلاثة ثلاثة يمكن كلهم انطرد كلوب كان لما أنه الملك حسين طرد كلوب ما هو كلوب كان هو ايش اللي هو قائد الجيش الأردني كلوب باشا وعلى فكرة ابنه 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 كلوب باشا ما هو اسمه أبو فارس كلوب باشا هذا اللي خاض حرب الـ 48 سلمها سلمها لليهود ابنه اللي هو فارس هو بقولوا له أبو فارس هذا أسلم وحسن إسلامه ومات على الإسلام فارس وبقي هون في البلاد حتى كنه قاتل مع المنظمة في فترة فارس ابن قلب يعني مش معناته الواحد أبوه أنه أنت ملزم بأبوه تجد الإبن بيختلف عن الأب والأب بيختلف عن الإبن ممكن كثير هون شو اللي جاب قلب على فكرة آه ثلاثة ثلاثة اليوم ثلاثة ثلاثة بعد بكرة إيش اسمه خمسة ثلاثة طيب في ناس يا سبحان الله بنتظروا قال خمسة ثلاثة بتوقعوا أن يكون في حدث طيب من لنكون في حدث ليش احنا قلنا آه هون جيد معناته أقدم بمقدمات لابد منها اليوم وشان يفهم الناس المسألة مسألة هذه النبوءة أولا ما احنا تنبأنا إطلاقا ليش لأنها موجودة في القرآن النبوءة موجودة في القرآن وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ونتعلن نعلوه إلى آخري هاي النبوءة موجودة في فواتح سورة الإسراء طيب وكل الناس بيعرفوا إنها النبوءة وإنها كانت نازلة في التوراة وأنزلها الله سبحان الله على وين في القرآن بيعرفون طيب آخرة تفسير النبوءة هو بيّنت ما هي أصلا التفسير وفق الأدلة لغتان وغيره تمام لكن في المقابل في ناس بيفسر بطريقة تانية أو لا لا لو كانت القضية يقينية زي إنما إلهكم إله واحد ما نجدش اختلاف يعني بيكون النص قطع وقتها في الدلالة لكن ممكن هذه النبوءة تكون في دلالتها إيش ظنية ظنية لكن مع إنها ظنية تجد إنه في شيء أقوى من شيء وفق الأدلة في تفسير النبوءة طيب ليش الناس لما نفسر إحنا النبوءة هاي تفسير في اللغة وغيره ما بيعتبرونهاش متنبئين بيقولوا لي أنت بتتنبع لا طيب ليش لما يجينا لاحظنا فيها يعني في نظم رياضية عجيبة وكأنها تحدد الوقت صاروا يقول لك تتنبع شو علاقته شو علاقته أنا بالموضوع احنا عم يقول لكم هاي موجود نظم رياضية بهذا الشكل ممكن تصدف هذه في القرآن إنها موجودة صدفة يعني أيوة إذن هذا هو إذن هذا الناس اللي بيقولوا إنه إحنا نتنبع هذا كلام يعني سنين برضو هذه قضية المسألة حساب الجمل حساب الجمل وإنه إنه هذا في الإسلام ممنوع وحرام هذا كلام خيانة بتخونوا أنتو بتخونوا الله ورسوله لما أنتو ما بتبينوا للناس شو هو يعني حساب الجمل اللي ممكن يكون حرام وشو هو اللي يكون علان أما ناس أهواءهم بدهم بس يقولوا حساب جمل هذا واحد اتنين اتنين إحنا أصلا أول كتاب أخرجته اللي هو زوال إسرائيل 2022 ميلادي ما أصلا احتطت في العنوان لما قلت هل هو نبوء شو معنات زوال إسرائيل 2022 ميلادي نبوء أم صدف رقمية صدف هيكلنا لغة في أقوى منها بس أنا استخدمتها في حينه إذن زوال إسرائيل النبوء شو معنات نبوء يعني هل هي تفسير هذه الأرقام تفسير للنبوء الكرآنية تشوف أنت بهنا هل هي تفسير للنبوء الكرآنية ولا مصادفات في الأرقام فهي واضحة وفي داخلها بقول لا أقول إنها نبوء ولا أقول إنها ستحصل إنما أنا بقدمها شو بتقولوا أنتو بس طيب إذن هي تفسير جديد من نوعه يتعلق بنظم أه وقولنا إنه مش يقيني طيب الآن حساب الجمل على فكرة في ناس استخدموا في الشعوذة طيب هذا أكيد حرام في ناس استخدموا مشان يتنبأوا آه من يقول يبدو ما كملتش الفكرة إنه الكتاب الأول ما فيه جمل لما إحنا أخرجنا النتيجة 2022 1443 ما بتجدوا فيه جمل إنما الطبعات اللي طبعت فيها بعد دخل الجمل حتى الطبعة الأولى للكتاب زوال إسرائيل 2022 ميلادي نبوءة أم صدف رقمية في الدخل في الدخل في بعض المواقع إنه ما أظن الجمل له علاقة هذه الطبعة الأولى بعد سنين ظهر إنه إنه الجمل عم بتوافق شوفها الجمل عم بتوافق إذن إحنا مش استنبطنا زي ما بوح وللناس مش استنبطنا 2022 1443 من الجمل لا كان المسألة جاهزة والكتاب الأول موجود بعدين جت الجمل وكانت المفاجأة متوافق أنا لما أجي أقول للناس إنه صورة الحديد 57 بعدين نكتشف ترتيبها يعني أقصد ترتيبها 57 ثم نكتشف إنه جمل الحديد 57 طيب إحنا طب هذا هذا زاد عندنا إنه 57 مقصودة في ترتيبها في القرآن ثم نكتشف إنها هي الوزن الزري مثلا للحديد المغناطيسي إذن شو الجمل إيش هون لكن استخداموا في الشعوذة وكانوا مرات يعني بذكر أيام ما كانت الأمة متخلفة وكان الاختيارية في كرة هيك بتجي الشيخ دارس كنه لساتس ابتدائي ولا شي تلاقي بتعاملوا بهذا الكلام إنه بديو يخطب وحده بديو يخطب وحده بروح بيكله شو سمك شو سمك أنت شو سم الخطيبة شو سم أم ها شو سم أمك بصير يحسب وبكله تجوز أو بكل ما تتجوزش مين قال إنه هذا حلال لكن مين يستنكر في حدا من علماء الأمة يستنكر إنك تستخدم الجمل الجمل في قضية التأريخ وغيره أبدا لا طيب في التنبؤ في الغيب برضو لا يستخدم في التنبؤ محمد رشيد رضا على فكرة ما هو توفي في الثلاثينات لا لا بعد ممكن خمسة توفي في الثلاثينات محمد رشيد رضا بذكر مثلا من بعض ما بذكر وهذه طبعا كلها خزعبلات إنه في ناس قالوا إنه القيامة بتقوم 1407 هجري 1407 توقعوا طبعا كيف أخذوها قال لا تأتيكم إلا بغتا أجوع منه هيك بغ ته 1407 أنت أخذت إنه تكون لكيامة من كمة بغتا منين أخذت الجمال فهذا إذن لما نقعد نخلط استخدام الجمال بالطرق الصحيحة نخلطها بالخزعبلات هذه خيانة من اللي بسموا حالهم بفهموا في الدين ثم الزعم اللي بدل على فقرهم في فهم التاريخ إنه هذا من شغل اليهود البجمل واليهود أخذوا عن العرب والعرب هم اللي وضعوه قبل الإسلام بـ 1600 سنة وممكن يكتشف إنه مش قبل الإسلام بـ 1600 سنة بـ 1800 كيف لأنهم هم بتعاملوا بالآثار أبعد أثر وجدوه يعني 1600 سنة في منطقة وين في منطقة الهلال الخصيب يعني بمعنى آخر هون في بلاد الشام والرافدين تمام وما حدا يعني التاريخ بقولش اليهود اليهود أخذو مش بس هم كان عندنا قوائم هون في مركز نون سركوها اليهود 13 لغة أخذت عن العربية بما في الجمل وأول من أخذ اليونان وتحدثنا هذا في محاضرات كثيرة فبالتالي برضو هذا هذه خيانة إنه يجو كلك الجمل حرام شو هون اللي حرام فاهم الناس فاهم الناس لا يجوز التنبؤ عن طريق الجمل ليش مين يتنبأ عن طريق الجمل إنما لما يكون إحنا من كلك في نظم رياضية هايها موجودة وشوف الموجودة هايها وشوف الجمل كيف متوافق شي عجيب يعني مثلا أنت بجوز حضر بعضكم المحاضرة التالية لما قلت إنه عن طريق الجوجل إيرث إنه البعد بين بين القدس بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام 1235 كيلومتر هوائي هوائي طبعا إذا بدك تروح تركيا وبعدين تروح هذا موضوع ثاني فهون 1235 طيب إحنا جينا قلنا من بداية ذكر المسجد الحرام في سورة البقرة والبيت الحرام إلى آخره لحد ما بلتقي المسجد الحرام بالأقصى في سورة الإسراء مجموعة أرقام الآيات 1235 مثلا طيب شو نكونكم يعني طيب شو رأيكم عادي لما ندخل في الجمل فنجد 1235 نحن بكون من طريق الجمل ولا ملاحظة أوصلا عبر المسافة ثم عبر الأرقام الآيات وجدنا التقاء المسجد الأقصى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كون نلتقوا من مجموع الأرقام الآيات 1235 طيب ما هي المسافة طيب وإيش كمان وكمان وكمان وبدخل الجمل بدخل الجمل بعد المعلومة هني معلومة أنه من هون طيب وكيف إحنا يعني تنبعنا عن طريق الجمل لا إذن هذه قضية برضو تكون تكون واضحة نرجع على قضية 53 إلى الآن بشكل عام الإشي اللي اللي تواترت عليه الأبحاث أنه احتمال زوال إسرائيل عند التقاء 1443 بـ 2022 1443 هجري بـ 2022 وهدول بلتقوا على فكرة في 200 وعلى 29 يوم لا بلتقوا بـ 29 يوم يعني واحد واحد 2022 كان تقريبا 8 أو 9 آب عفوا عفوا 1-1 1443 كان 8 أو 9 آب 2021 بعد ما التقواش في 1-1 2022 يلتقوا في 1-1 2022 يلتقوا وبشهر 7 يغادروا بعضهم هذا هذا الأبحاث كلها لابد تكون اتنين مع وجدات مع بعض هذا اللي ممكن أعطيه أنا نسبة 98% هذا تمام لأنه ممكن بعض الناس يلاحظ النسب مرات بتختلف بتزيد يعني هو التقاء هدول احتمال زوال إسرائيل بنسبة عالية جدا من خلال ملاحظات الهائلة اللي لو ما حصلش بكون عجيبة من العجائب خلصنا منها يعني ممكن كل ملاحظات بالألاف مائات وشي مدهش هايو نيجي الآن طيب الآن من طبيعة الإنسان بصير يحاول يشوف طيب مشمار يعني هل كل هل كل المتين بلتقوا كلنا بمتين وتسعة يوم هل كل المتين وتسعة يوم ولا لا ممكن تكون القضية محصورة بتيجي ملاحظات هامشية ما بتوصل لدرجة لا حتى ممكن في منها بيوصلش لدرجة ستين هاي صار عندنا هذه المهم العبرة هاي المتين وتسعة يوم خلصنا فبكرة مثلا بيجي قول لك انت قلت لآخر ستة شهر ستة طيب وفر الدخلات سبعة ما هي برضو ولا يزالوا ملتقيين لانه الابحاث كلها اولا هاي هذا الاشي اللي اكاد يكون بنسبة تمانية وتسعين تمام او كان الان لكن في ملاحظات ثانية يعني مش معقول مثلا او معقول انه الحرب تستمر متين وتسعة يوم فجينا من خلال النظر فقلنا لهم يبدو انه مش رح يكون قبل خمسة ثلاثة هذي مش معناته هاي التمانية وتسعين في المية هذي ملاحظة داخل الموضوع ملاحظات هامشية فبالتالي قلت له ما تتوقعوش يعني قبل خمسة ثلاثة الحرب ممكن من خمسة ثلاثة ممكن تلاحظها هيك صار الكلام الحرب من خمسة ثلاثة لا تسعة وشرين ستة او تلاتين ستة مثلا شو يعني الحرب يعني ما تتوقعوش قبل هيك طيب وقدريت ما تتوقعوش بعد هيك برضو في ملاحظات واحد اتنين ثلاث اربعة خمسة ستة ملاحظة ها بس ما بتوصل 98% واذا التسعين انتبعتوا كيف طيب وبالتالي في هاي الفترة قداش بتستمر الحرب شو بعرفني بجوز عفكرة ما تاخدش إسرائيل غلوة بجوز ما تاخدش عشرين يوم هذا المتوقع اه بارك طيب وبجوز ما تاخدش شهر ونص بجوز ما ادري والله اذا هم يعني بعدين في الاخير يعني بيخلوا فضن ها ما هم لكن الناس يبدوا كأنه الأمل بعضهم من كثر ما هو مستعجر خمسة وثلاثة بعدين في بكرة بيصير ايه شي ها هذي بيصير ايش في خمسة ثلاثة ما هو ممكن يصير ايش وانت مش داري اصلا حتى هذا لو بدنا نعملها جدلية اوضح لما جاء اجتمع بلير واثنار وبوش لما بدهم يضربوا العراق اجتمعوا في بداية شهر محرم من 1424 هجري اجتمعوا في جزر الآزور وقرروا يضربوا العراق بس ما حدا منتبه انهم قرروا وانتشفوا بعد في تقريبا 1924 محرم ضربوا العراق طب انت الحدث المهم اللي هو القرار انت ما شفته الحدث المهم يعني في احداث مهمة بتكون هي الاساس بتكونش مبينة للناس زي قرار في ضرب العراق قرارها بالعراق لعند ما ضربوها ممكن يكون في 19 يوم او 18 لانه في البداية تقريبا كان بداية محرم لما اجتمعوا في جزر الآزور هذول الثلاثة وقرروا يضربوا فممكن يكون في قرارات ضخمة تؤثر في يعني مصائر أمم ومش مكشوفة انت لا تراها ولكن تكون حدثت بعدين بتكتشف انها حدثت انه كائن هذا الحدث موجود فهو حتى يعني هذا التوضيح لابد منه لانه اليوم اليوم على فكرة يعني قاعدين الناس خصوصا بتكلموا باسمي كثير وقالوا قالوا قالوا حتى فيه ناس بنزلوا بديوهات وبحطوا عنوين منها هذا اللي شو اسمه شو اسمه اليهودي يدكوين هذا جديد منزل يا خوي انه انا هيك منزل قالوا لي منزل صورتي ومكتوب يعني كأنه ميخذ من الفيديو مكتوب انه المهدي بيظهر في في هذه السنة اظن هيك طب هاي طب انا انا ضد انه المهدي في هذا الزمن اصلا وانا مش مقتنع اصلا انه هذا زمنه هالكيد صار اني انا قايل اه بكون اخذها من فيديو من مين من الناس عم بفت من اللي بكتبوا احيانا عنوين مشان يدخلوا الناس ويجدوا حتى لو وجدوا الكلام بخلف وهذا انا مستأمنه كثير بس كثير صاروا ياخدوا يحطوا عنوين فاقعة يدخلوا الناس يتفاجأوا انا شخصيا في ناس في ناس يعني كنت اسمع لهم ويبدوا محترمين بعضهم عنده دين وكذا لما اجربهم مرة مرتين يحط عنوان يخدع اللي بده يدخل مهما كانت القضية اللي طارحها بتشد بدخلش تركت اكثر من واحد بدون اسمع واحد تنين تلاتة اربعة خمسة خلال تجربتي من اللي انا كنت اعرف انهم هم اتجاهاتهم اتجاهاتهم حتى اسلامية وكذا الاخيره طالما بتخدع انت في العنوان انت الان غير موثوق لكن انا مشكلتي طبعا انه في ناس الان وفي شركة في مصر بتشتغل هالشغل شركة تجارية هم يحاولوا يأخذوا مني انه حصريا يعني قلت لهم لا اي واحد انا سامح لكل البشر هذا علم شرعي تمام انتو زي غيركم مشكلة اكثر من رأس انتم مراجعهم تحطوش عناوين تخدع الدخلو انسان تضيعوا وقته هو دخل شاف العنوان ودخل مشان يشوف المعلومة هاي اللي انتو بتكم تعطوه اياها ما لقاهاش طب انتو هذي كذب هذا وهذا خداع وتضيع وقت للبشر وفاضينكم والبشر مشان انتو تربحوا اه فهون اه ايدكم هني اليوم عكينو ولا عفكرة اقول ليلة هذا هذا صار كثير بنزل عني وكذا واخرها شبكو اصلا اذا انت شو يعني بمعنى اذا انا شجاع هاي في الحاخام الفلاني مستعد ناظرك حاخام قال حاخام قال هل انت يعني شجاع الى درجة يلا اقول لنا ولا بقول لك ولا بعتنى فيك لا انت ولا الحاخام احكي انت لالناس وانا بعتنى اللي بصدقوا يصدقوا فهون اه هاي فالكت بوصله لانه بوصله انا مش معنى اصلا هذي خلاص انا بقول وانت يقول والحاخام يجيبوا كل الحاخامات يقولوا ويصدقوك اه وكن قال هذا النصاب وكن قال اه وش اسمه كمان لا احنا هركت هذي وش اسمه هذك افخاي دارعي في واحد زي يك اسمه الثاني هذا مش ايدكوهن والمتحدث العسكري اه ونازلين طب الاخير بيتكم انتوا خلاص قلتوا مرة مرتين ثلاثة شو القصة هذا دليل على انه في عندهم اشي هذا اثريتوك انه بتصيب بتصيب مركز الاعصاب المسألة هاي ولا شو منشغلين انتوا لهذه الدرجة وبعملوا بث مباشر اه هذا الكلام وطلع انهم هم يبدوا حاسين انه الناس بتحكي في الموضوع كثير وفي منهم مع فكرة من الناس واثق بالقضية 100% وهذا طبعا مزعج شو 100% مش شو 100% لكن هم اللي شافوها من النظم بقول لك شو مش معقول مش معقول مش معقول فعلى اي حال اه فهذا هذا فقضية اذا اذا في ملاحظاتها مش هي فلاحظ عندي مثلا هون بهمش خلينا ما هي المسألة مشان على القليل الناس تسمع وما راح يظل هلكيت بكر الناس لما تيجي خمسة ثلاثة وتغيب الشمس لانه الليلة ما هي لليس اليوم الثاني هيك في الدين بقول لك وين الشي وين ما زالتش اسرائي يلا طيب المهم المهم في اول ما كانت بحثنا في النبوءة كانت قبل الابعاد بتلتة شهر يعني لانه الابعاد كان نفذ في 18 12 1998 ادخلونا لبنان 1992 1992 وعفكرة هذا مجموعة الارقام 2022 18 12 1992 والهجري مجموعة الارقام 1443 مش قضية اليوم اللي دخلونا كان جمعة كثير من الناس بقولوا 17 لا 17 قرروا اليهود الابعاد وظلهم يستنوا عبينما تقريبا كان بدوا يأذن الفجر دخلونا لبنان في عملة الابعاد قبلها بتتشهر كنت بديت فكنت أروي القصة التالية لا 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 وأنا بتحدث مع بعض يعني فيه الناس اللي كنت معدودين هيك أقولهم فيه واحد منعرفه طبعا هو الاختيار مية من زمان منعرفه يعني الآن صار له تقريبا خمسين سنة مية الاختيار اللي بدأ قول عنه فيه اختيار شاف نفسه بركب على فرس حمرة في الرؤية وبيحرر فلسطين وكنه فيه في رؤية أمور ثانية وكان له زيارة للعراق فسأل بعض العلماء المشهورين في هذا الباب فقال له هذا مش أنت هذا ابنك أو حفيدك اللي بكون له دور طبعا تمام بس كيف أخذوا ابنك وحفيدك خصوصا يبدو أنه روالهم أكتر من اللي بروي الآن نراكب فرس طيب هذا كل ما قلته وثارس الحمرة لأنه هذاك شو راكب فارس الحمرة في بعض أخواننا الطيبين اليوم بنزل فيديو بقول وين فارس الحمرة إيش وين فارس الحمرة إيش عرفني أنا وين فارس الحمرة أصلا اللي كان راكب الفرس الاختيار مات من خمسين سنة والجماعة قالوا بعدين هذي رؤية وتعبير ضروري تكون يعني صح التعبير يعني صح تيجي بتسألني بعد ثلاثين سنة بتكون لي وين وفارس الحمرة وإنت بتحسي باسمه فارس وإمه اسمها الحمرة عن طيبة قالوها مش قضية ونفس الموضوع أخونا هو نفسه الطيب تصور أنه لاحظت وأنا أدرس في العهد القديم أنه لما انفصلت دولة إسرائيل بعد وفاة سليمان عليه السلام 935 قبل الميلاد انفصلوا دولتين دولة إسرائيل عشر أصباط في الشمال وعصبطين في دولة يهوذة في الجنوب لفت انتباهي حسب ما هم في عهد القديم أنه الدولة الشمالية اللي أزالت سنة 722 قبل الميلاد أنه كان الملك اسمه هشع وكان الملك 19 طيب هاي ولا إشي العجيب أنه بعد 136 سنة مع أنه نشقوا مع وعض بعد 136 سنة دولة يهوذة بتزول 586 قبل الميلاد وكان الملك اسمه صدقية والملك 19 فأنا قلت شوفها كيف مرات يعني هذا بيعلمنا كيف نتحدث مع الناس طيب فأنا جيت قلت في حينه حتى مش في نص الكتاب قلت تحت في الهامش هل ممكن يكون هذا مثلا كنيسة 19 طيب ما هو ما هو الملك القديم الملك القديم مين ممكن يكون اليوم في مقامه يا إما الكنيسة يا إما رئيس الوزراء يا إما الكنيسة يا إما رئيس الوزراء صحيح ورئيس الوزراء اليوم هو اللي إله السلطة زي سلطة الملك قديمان والكنيسة اليوم بيقيدوا والكنيسة له سلطة أنا من هن فأنا تصور تصور أنه بعض الناس اليوم بيجي وقول لك الكنيسة هذا خلا مش الكنيسة 19 اليوم طيب طب وفترة الحكم الوزراء ادخل على مواقع الإسرائيلية نفسها الحكومية وشوف أكم رئيس وزراء فترة حكم رح تجدها قبل نفتالي يعني نيتنياهو 18 ونفتالي هذا 19 طيب هاي زبطت مع أنه فيش أي مسوغ أنه لحظة مع فيش أي مسوغ أنه يكون لا الكنيسة 19 ولا ورئيس الوزراء 19 ليش هو اللي حصل قبل الميلاد لازم يتحقق لازم يتحقق الآن لا لكن اللي حصل أنه حطيتها في الهامش أنه هل ممكن أن يكون طيب مسكوها طيب وهاي ها 19 هاي وفتت الحكم 19 وادخلوا على المواقع الإسرائيلية الرسمية اللي بتمثل الحكومة ونشوف شو لما تقول لهم رؤساء وزراء إسرائيل بحطوا لك فترات حكم يعني بحيث لو نجح نيتنياهو في المرة الأخيرة كان بقية الفترة 18 لا مع نفتالي هي 19 هاي هاي صارت شي عجيب والله إنه صارت كان لازم تصير ما فيش شي عقلا بقول تصير فمن هون هذا بيعلمنا درس إنه يكون حذيرين مع الناس لأنه مستويات في الفهم ببينسى كل الموضوع اللي هو الأساسي يعني وبكلها إفرض إنه فعلا ما كانتش لا الكنيسة 19 ولا فترة الحكم للوقت 19 شو كان بقوله هاي ما زبطش يا شيخ شو هو اللي ما زبط ما هو أصلا اللي بحكي من أصل ومع هذا طبعا لابد أن يكون لابد أن يكون وموجود يعني آيوة ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم شو قال إنما أنا قاسم والله يعطي يعني رسول كان يجلس ويحدث الكل بس من اللي يعطي الفهم الله إنما أنا قاسم والله يعطي والله يعطي ثم مرات هيك فيه ناس من كثر ما هم مستعجلين بتمسكوا وبعدين أشكال وألوان طبعا الناس في هذا الباب فيه إشي عن لحفة فيه إشي عن تكذيب من أصله وما بيصدق وين أنت يكذب مسألة أنت عارف إنه هذا واحد منهم هدولة اتنين اللي قلت إيدي كوهن أو هذاك الثاني واحد منهم تلاحظ في واحد واحد 1443 اللي كانت يعني تمانية أو تسعة آب 2021 ما كانتش 2022 نزل في واحد واحد نزل أغنية أغنية تقريبا بلهجة خليجية شو بقول يعني إن الصاب وين وما زلتش إسرائيل تصور في واحد واحد 1443 اللي هي تمانية أو تسعة آب 2021 وعشرين وعم صار غنائي طب هو غبي الزنمة لا ما هوش غبي لكن بيعرف من اللي بيسمعوه فيه أغبياء يعني هم برضو براهنوا إنهم يكسبوا كطاع من الأغبياء طبعا براهن فنزل في واحد واحد 1443 أغنية بقيت 2021 مش 22 أغنية باللهجة خليجية بسخف المسألة وعلي يعني باحتسال بصير في مسألة حتى ينتهي عام 1443 آخر سبعة 2022 آخر سبعة بنتهي 1443 اللحظة بعد ممكن يجو يعني يقول لك آين آنت آآ ما هو ليش قولوا لي ليش أنا الجزمت ولا هم أنا الجزمت ولا هم ممتاز وبعدين هم يفترض إنه يقولوا إنه بدنا نشوف هالإشي اللي دفعك تقول شو هو والله إنه كان بيستحق إني أقوله ولا لا يعني في دوافع حقيقية يعني الناس عندهم عقل وعلماء الآن نحكمهم في الموضوع إنه هذا الموجود اللي طرحنا للناس يقال ولا لا يقال آآ في المقابل في المقابل في المقابل 30 سنة هاي 30 سنة شو أعطت معنويات لأنه الناس عفكرة لما بتيأس تتحلل أخلاقيا والمجتمع بتحلل وبعدين بيسلم بالحقوق اليائس ففي الفترة هاي بالذات كانت أكثر فترة حساسة في تاريخ الأمة هذول 30 سنة الناس فعلا الأمل كان هنا موجود حتى فكرة اللي ميخذين مؤبدات الأمل هذا كان معطيهم اللي في السجون حتى أمل الأمل هذا ثم النبوآت للمسلم الحق ثم النبوآت ثبت في تاريخ البشر ثبت أنه النبوآت محركة ومين قال أنه فيش ناس تحركت ما مندري لأنه هاي 30 سنة وأنا أتحدث بوسائل مختلفة في ناس قالوا لك ما هو في ناس بقولوا هيك طالما القضية تحصل إذن ليش ليش من نجرب طب إيش تجرب طب ما هو أنت لو عارف أنه 100% ما بجرب ممكن بس لأنها المسألة محتملة بنسبة كبيرة إذن لو إحنا لو إحنا زرعنا معنات غالبا تثمر طيب ما مطلوب لا لو 100% بجربوش لأنه كلك خلص 100% ما هي 100% ما هي لكن لما يكون فيه الاحتمال أنه ما تحصلش لا إحنا بدنا نستدرك بلاش هالاحتمال هذا الضعيف هو اللي يصير وبالتالي قال ناس ناس مختلفين أصلا في موقفهم ولكن الكل غالبا أقصد اللي بصدقوا بنسب بمنعهم من اليأس وهذه المرحلة فعلا هي المرحلة اللي كان الأمة فيها ممكن تيأس تماما خصوصا تشوف زعماتها والطغاء قاعدين يعني كشفوا عن حالهم بشكل عجيب إلى آخري فلازم ندرس شو دورها في حماية الأمة 30 سنة مع احتمال الخمسة في المية أو الأربعة في المية ما يحصل شو يعني إذن نسكت ولا نحكي لما يكون بهذا الشكل الأمر وبعدين هاللي حكينا فيه حدا يقدر يناقش وينقض فيه ناس نقضوا فيه ناس نقضوا ولكن بتكتشف أنه مش بعرفوش اش بعرفوش اش مش دارسين زي واحد نظر كثير أمثلة ما وجدتش ولا واحد على فكرة يتقدم بشكل منطقي في واحد عامل ما هو كل الناس بتبيع الآن في الانترنت في اليوتيوب ها شو بقول هذا رسالة إلى الشيخ بسام قال رسالة إلى الشيخ بسام طبع أهلا وسهلا تفضل بقول أنت من ضمن ما بقول أنت كيف تحسب يعني بكله في الميلادي طب وين الهجري خلاص ما معناته هذا هذا لا هو بيعرف شو اللي بقول ولا إشي خلاص بدك تكمل تسمعه عم بقول لك ليش كل كلامك بالميلادي ليش كل كلامك بالميلادي طب وين الهجري خلاص أنا على طول حولت عفك ما كملتش معاه معناتك مش سامع ولا شريط حتى مش مكلف نفسك تسمع ربع ساعة من الشريط واحد وزي هذاك اللي برضو بقول آه عجوز يعني هي المسألة العجوز إحنا صدقنا العجوز اليهودية طيب والباقي شو هو الثلاثين سنة اللي بنحكي فيه شن كمان واحد شو اسمه فيه طلاب بيرزيت عاملين يبدو اللي بتعلموا صحافة بعملوا اللقاءات آه لقاءات ملتقين مع واحد كبير في العلوم السياسية العلوم السياسية بيسألوا طبعا ما بيسألوا هيك وهيك بيقول أولا هذا إشي مش علمي أنا طبعا بدي لو أنه الطلاب نفسهم يسألوه يردوا يجعوا له يقولوا له يا أستاذ شو هو اللي مش علمي راح يكتشفوا أنه بيعرف شي شي عن الموضوع أنا مجرب بيعرفوه طيب وشو كمان قالوا أصلا هو هذا الشخص اللي قال هذا الكلام كثير ما تراجع عن أكواله تراجعنا عن أكوالنا طب ما هي موجودة الفيديوهات من 1993 شهر 3 و 1993 في الصيف و 1995 و 1994 و 1994 ولا اليوم كيف تراجع عن إيش عن إيش التراجع خلص هو صادر المسألة وقال تراجع فكل وهذا كمان إيش يبدو أنه بدرس في جامعة بدرس في جامعة يعني مش ولاد صغير طيب فهو طبعا أنا ليش معني الآن تحدث أنا قلت للناس من زمان أنا حتى لما بتدخل 2022 ضر أتكلم لأني أنا يعني الاحتمالات أنه تحصل في عندي ضعيفة احتمالات ضعيفة واردة بس ضعيفة إذا هي الدرسات مستمرة طيب طيب الآن خليني هون لابد مع أني أنا متحدث أصلا متحدث أصلا طويلا في المسألة أو في أكثر من فيديو بس يبدو ميش درس كامل بس هون بدي أركز على قول الله سبحانه وتعالى في حق النصارى ومن الذين ومن الذين قالوا إلا نصارى أخذنا ميثافهم لأنه قبلها كان متكلم عن أخذ الميثاق من مين من اليهود ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة تمام طبعا هذه الآية هي موجودة مشاننا اللي بدو يراجعها لأن الله سبحانه وتعالى تحدث عن هذه المسألة عن النصارى وعن اليهود عن النصارى وعن اليهود في الآية أربعطعش من سورة المائدة آية أربعطعش الآن ومن الذين قالوا إنا نصارى شوف على فكرة هو هذا قولهم مش أهد لهم مش أنهم نصارى لأنهم قالوا إن نصارى وما نصاروش قالوا إن نصارى وما نصاروش أخذنا ميثاقهم وهذا أخذ الميثاق من كل الأمم كل الأنبياء كانوا يخذوا الميثاق لأنه في التزامات في التزامات والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يبايع شو يعني يبايع بيأخذ الميثاق طيب فنسو حظا خلينا شوي في موضوع اللغة وإحنا مشينا الآن فنسو حظا إيش هو الحظ على فكرة هل هو النصيب هل هو النصيب هو النصيب بس أي نصيب أيوة اللي فيه منفع وخير وإعلاء شأن ممكن كمان إذن فنسو حظا يعني هو الأصل الشي اللي نسو هذا إيش لصالحهم وهو خير وبيعلي شأنهم نسيوا شو نسيوا وسبق تحدثنا قديما في بعض الدروس النسيان نوعين ترك متعمد ونتيجة الترك المتعمد مع الأيام بتعدش إيش حتى تذكر وهذا مؤاخذ عليه الإنسان أو نسيان أنتم مش قاصد ونسيت هون لا لأنه ممكن على فكرة الأباء يكونوا متعمدين أنهم يهملوا الأوامر والنواهي تيجي أجيال اللي بعدها ما تذكرش شي برضو فالنسيان حاصل من الأباء والأجداد بطريقة ومن الأولاد والأحفاد بطريقة ثانية إلى درجة أنه بتمشي السنين الأجيال الجديدة مش عارف ناسين من أصله على كل إنه النسيان على فكرة لا يكون إلا في الأصل يكون بعد تذكر طب شو الدوافع الآن ليش حصل النسيان الآن هنم ندخل في موضوع تعني إذا لك إحنا سبق فرقنا بين النسيان وسهو أنت لاحظ النسيان بتكون متذكر بعدين بتنسى والترك وتركه إهماله متعمدا النسيان فاليوم ننساهم كما نسوا فاليوم ننسوا كما نسوا يقع يوم فاليوم ننساهم يعني الله سبحانه وتعالى بقول فاليوم ننساهم كما نسوا إيش لقاء يومهم هذا طب الله سبحانه وتعالى إذن مقصودهم إيش تركهم وإهمالهم تمام فنسوا حظا تعرفنا الحظ هون حظا فنسوا حظا الحقيقة بتحمل كمان هذا التنكير حظا إنه اللي نسيوش كثير إنه نسيوه مش بس اللي قلنا هو الحظ اللي هو النصيب اللي فيه خير وإعلاء شأن ممكن وهو كثير تنكير هذا فنسوا حظا مما ذكروا به فه إذن نتج العقاب اللي راح نشوفه عن إنهم هم إيش نسوا حظا نسوا حظا بعد أخذ الميثاق والأصل أنت لما تأخذ الميثاق تظلك متذكر حتى لما أنت بتهمل بحيث نسيت أنت مسؤول لما أخذت الميثاق ويفترض أنه لما يأخذ يأخذ ميثاكك تظلك متذكر وتمكل من جيل لجيل هذول ومن الذين من قبلهم هم إخذ ميثاق من اليهود ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به طيب فنتج عن هذا إيش فه مش عما يسألوش ليش حصل هذا الكلام فأغرينا بينهم يعني بعض المفسرين كان برجع أنه يعني بينهم وبين اليهود ليش اليهود خلصنا منهم الكلام هذه آية بدت ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم ليش تروح لليهود وتقول بين اليهود والنصارى فأغرينا بينهم يعني بين النصارى العداوة والبغضاء نيجي الآن نشوف ليش ركزت الآن هنا إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة أغري هم مع فكرة أكثر أهل التفسير بيفسروا بكل كذا ما أقول من الغراء اللي أنت بتحطه مشان تلسك إشي بإشي طيب هذه أصلا هي أصل اللغة أنه الغراء يعني فيه فيه التصاك شو يعني التصاك أو مرات من يجي مكون ملازمة ما هو الملتصق الملتصق ملازم ملازم الملتصق ملازم ولكن هي الحقيقة في استخداماتنا نحن إذا بتلاحظ وما إحنا عرب إحنا الإغراء كيف بصير التحريش يعني كأنك أنت بتقدم له شي مشان تدفعه للعمل بتقدم له شي آآ آآ مشان يفعل أنت بدك يفعل طب كيف بدك خليه يفعل بغريه فإذا فعل فقد التزم أو التصق بالموضوع يعني إلها علاقة بالمعنى الأصلي كيف نتج في اللغة ف لكن عم بقرب الصورة أكثر في اليوم هاي اللي بيعملوا بين في الدول غير الإسلامية بيعملوا تحريش مرات مسابقات في التحريش بين الدياكا بيجيبوا دياكا بيكونوا مدربينها وبصيروا يحرشوا هذا هذا بعدين بتقاتلوا أو كلاب فكرة بيحرشوا بين الكلاب بتقاتلوا الكلاب يعني بيغروا هذا الكلب بهذا الكلب في عاملية التحريش هذه الإغراء لأنه كيف بدأ خليه يهجم أنا بطريقة معينة بغريه إنه يهجم تمام الكلب مع الكلب يديك مع ذيك مسابقات وعلى فكرة بيعملوا مراهنات إنه اللي بيغلبوا وبدفعوا مقامرة يعني مقامرة موجودة ووحشية بتكون أحيانا الكتال وحشي بتكون بين هذه الكائنات الكلاب أو دياك أو غير ومن أما دير بالك بقدروش يحرشوا بين شو دجاجتين دجاج ولا يمكن يتقاتل بتجيبو ديك وديك كن بسألين هدول النسويات هو أنتو أنتو ذكور أصلا يعني هذاك هذاك العنيف العنيف أغرين أه صحيح إنه بغرين مرات كيف أغرين حتى لما بقولوا اليوم مثلا نجمة الإغراء لأنها هي النجمة هاي كأنها بتمارس عليك نوع من السلطان اللي إيش بيجذبك نوع من السلطان اللي بيلصقك فيها نوع من السلطان اللي بيجعلك إيش تلتزمها حتى ولو بمخك تمام إغراء فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء العداوة والبغضاء شو الفرق بينهم الآن العداوة والبغضاء أولا البغضاء في القلب والبغضاء شدة البغض بغض بغضاء شك شدة البغض البغض ما هو بيقابله الحب نقيضه نقيضه بيحبه أو يعني فيه إشي لا بيحبه ولا بيكره هذا ملناش حراكة فيه الآن بدنا النقيض اللي في الاتجاه المعاكس حب شدة الكر إذا إذن بيكره بشدة طيب البغض في الجوة جوة البغض الآخر فأنا بتجاوز إلى حكوك الآخرين هذا تعدي إذن تعدي فيه تجاوز 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 الحد الذي ينبغي أن تقتصر عليه يعني الدين مثلا بيجي بيقول لك أنت لازم تكون ضمن هذه الدائرة جواها يا رب ولا براها جوا ولا برا شوف هاي هاي الدائرة أنا يا رب في داخل الدائرة ولا خارجها شوف إذا المطلوبات الفروض والسنن وبالذات الفروض الآن والواجبات أنت بداخل الدائرة معناته ممنوع تتعد تتجاوز وإذا أنا خارج معناته هذه منهيات هذه منهيات ينبغي أن تكون خارج الدائرة فإذا بتدخل معناته تعديت الحد تجاوز تجاوز إلى المحرم أو المنهي عنه إذن وين أنا ضمن دائرة الواجبات والفروض ما يجوز أن تتعداها تتجاوزها في دائرة أنا خارج الدائرة معناته هذه اللي جوا ممنوعات ما تدخلش حقوق الآخرين أنت حقك لعندهون أي تجاوز شو اسمه تعدي إذن معنا إذن فيها تجاوز إذن غالبا البغض جوا والتعدي غالبا بيكون العداوة ممكن تكون على فكرة مبطنة جوا العداوة وتظهر والبغض إذا تحول لفعل عداوة ثم العداوة فيها إيش أفكرة مفارقة بهذه الشكل لأن غالبا العداوة بوقفوا إيش إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى بيكون آه طيب ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة إذن معسكر النصارى مش نتيجة بعدهم عن الحق ونسوا بعد أخذ الميثاق النسوا النصيب اللي هو خير كان بيعلي شأنهم نسوا وإش كثير نسوا آه لابد من العكوبة هذا قانون الله على فكرة طب بنطبق علينا كمسلمين آه أو لا ما هم يأخذ ميثاقنا وإذا برضو نسينا حظ بعاقبنا زي ما عاقب اليهود فألقينا بينهم العداوة وألقينا بدون اليهود وألقينا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة لكن هون هون ببين الجزاء فورا فأغرأينا بينهم العداوة والبغضاء وهذا قانون إلى يوم القيامة من حكمة الله سبحانه وتعالى أن كان ليش لأنهم بمجرد ما تركوا الميثاك ونسوا شيء كثير من اللي كان هو نازل من أجل خيرهم معناتوا أخذوا تركوا وأخذوا بأشي ثاني هذول بدون يكون ممارساتهم سلبية عدوانيين طغاء تفاصيل طويلة إذا كان اليوم المجتمع الغربي قاعد بيجي بمارس على دول الضعيفة والفقيرة بالقوة أو بالتجويع لازم أنتوا تعلموا أولادكم كيف يكون في كيف يكونوا مثليين كيف الزكري عاشر الزكري والأنثة عاشر الزكري شو هذا الأنثة عاشر إيش أنا بقول الزكري وبرضو تعاشر الزكري بدون ما يكون في عقود المهم الأنثة وأنثة وذكري نعلمهم وفي المناهج وفي المناهج وهم صغار وهم صغار طب وإذا أبوهم اعترض شو رائعك بعد الدول الآن إذا أبوهم اعترض بعاقبه إذا أبو الطفل اعترض بعاقبه إيش هاي البشر إيش هاي البشر وبالتالي حكمة الله انتبهوا الآن فأغرينا بينهم العدارة والبغضاء إلى يوم القيامة قانون هذا القانون تصوروا أنتوا لو أنه الآن المجتمعات النصرانية اللي نسوا حظ كثير لو هذول على قلب متوحدين شو بصير في الأمم الضعيفة شو بصير شو بصير ما أنا شفناهم إذا قلت أورثوذوكس زي بوتين مجرم كبير شفناه هو يقتل النساء والأطفال ويهد الدور فوق وبيعرف أنهم ما بيملكوا الأسلحة ولا بيملكوا كذا وبعد ذلك مش بقاتل المقاتلين مش بقاتل المقاتلين وأمريكا شو عملت وفرنسا شو عملت وبريطانيا شو عملت إلى آخري طب هذول كلهم نصارى حتى في بعضهم الأورثوذوكس نصارى الكاثوليك نصارى البروتوستانت نصارى وبين بعضهم يعني هلكت في إيرلندا الشمالية في بلفست شو رأيك هذول الناس كوم واحد هذول كوم واحد بالفست العاصمة شارع هذه العمارات كاثوليك وهذه العمارات بروتوستانت وصار بينهم اللي صار بتشوفوه طبعا الكاثوليك بدهم ينفصلوا عن بريطانيا مشان ينضموا لإيرلندا المستقلة والبروتوستانت اللي أعبدهم يظلهم مع بريطانيا البروتوستانتية وكان في بينهم حروب من مئات السنين ولحد اليوم بيحتفلوا في ذكرى مثلا البروتوستانت بتعمدوا في مظاهرة يمروا في الشارع الرئيسي وشايفينهم الكاثوليك إنه بيحتفلوا في ذكرى المعركة اللي هزم فيها الكاثوليك لليوم يعني بيظلهم عيروهم بالهزيمة اللي هي قبل مئات السنين طبعا بين بعضهم فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بالحق بأهل الحق لأنه ممكن أهل الحق يكونوا في يوم الأيام مضعاف أو كذا آخره أو على أقل تقدير يعني بعدين بفسدوا في الأرض لو كانوا هم متجمعين وزي ما قلت الطائفة الواحدة تنقسم مش بس وعلى فكرة الناس بظنوا أنه اليهود طوائف قليلة لا بعض الناس بعض الناس لما يعطي محاضرات في كواقع طوائف اليهود كن قسمهم لثلاتة لا اليهود الآن منقسمين أشكال وألوان طوائف طوائفهم فالعداوة والبغضاء ليش أنا جبتها الآن لأنه الآن لاحظ أوكرانيا طيب ما هي الغالبية العظمى أورثوذوكس دقيق معاي حدود 70% أورثوذوكس حدود 70% أورثوذوكس طيب ما هي روسيا أورثوذوكس ليش العداء روسيا أورثوذوكس الأورثوذوكس طبعا اللي في أوكرانيا ما قسمين قسمين أورثوذوكس مرجعتهم موسكو يعني كنيسة الأورثوذوكس موسكو وأورثوذوكس مرجعيتهم كنيسة كييف كنيسة هاركت بس الأورثوذوكس هاركت الحرب مع الأورثوذوكس صح في الآن 30% في يهود وفي مسلمين وفي كاثوليك وفي غير هيك طيب طب هاي أورثوذوكس أورثوذوكس وهيه الحرب وبعدين تقول لي متدين على فكرة بيحاول يعلي الآن بوتين من شأن الكنيسة ما هو بده يرجع هو إذا بتلاحظه من خلال خطاباته دائما هو بدين الشيوعية أصلا وبيعتبر الشيوعية انقلاب الشيوعية انقلاب وهون جيد مع أني سبق أنه بتحدثت بهذا الكلام هو في شطابه لما بيقول أنه لينين هو اللي أوجد أوكرانيا هو اللي قسم هو اللي كذا تمام هو الحقيقة وبعدين الشيوعية هي اللي كانت ضد الكنيسة الأورثوذكسية الآن عند بوتين قضيتين بيعتز بالقياصرة اللي يوسعه اللي كانوا يحتلوا بلاد بحيث الاتحال السوفيتي لما استلم روسيا كانت كانت 22 مليون كيلومتر مربع بعد ما نهر الاتحال السوفيتي تطلع من بطنه خمسة خمسة مليون صفة 17 تصور 17 17 مليون كيلومتر مربع الآن اللي بسموها روسيا أكثر من 80 قومية أكثر من 80 قومية يعني اجمع انت مساحة الصين مساحة الولايات المتحدة بطلع بزيده بس مليون 18 يعني الصين 9 والولايات المتحدة 9 مليون المجموع 18 هو 17 ومستكسر على بلد زي أوكرانيا إنها ما تكون إش تحت السلطان طيب بعض الناس يقول لك آه لا لها أساس طيب بجوز الإشي اللي بدنا فيه الآن بلكي بلكي لا يكون يعني بوتين مشان نقدمه لبعض المحللين بلكي بوتين مدرك مدرك إنه هذول بدهم ينشئوا دولة يهودية عظمة وتكون على حدوده وأيضا تابعة لأعداؤه يلي آخري بس هو ليش هو بوتين ليش يعني لما فعل ما فعل في سوريا شو دوافعه شو دوافعه الشعب ثاير بيهجر الملايين ليش ففي التالي هذول هم بتقولولي هذا بس روسيا لا مش بس روسيا بس أساليبهم مختلفة ما هي بريطانيا من قبله من قبل الكل وفرنسا جرائمها معشورة والولايات المتحدة برضو القرن العشرين كله دماء منها آآ وسماهم حفاروا الكبور اللي همين روجيقارودي الفيلسوف الفرنسي اللي أسلم حفاروا الكبور هم هيك نسوا حظا طيب والحرب العالمية الأولى بين مين ومين بينهم الحرب العالمية الثانية بين مين ومين بينهم ومين أوروبا كلها على بعضها عشرة مليون كم مربع أوروبا كلها عشرة اللي تحت بوتن الآن سبعتاش سبعتاشر مليون وأوروبا هاي على فكرة اللي هي عشرة مليون كم مربع أكثر كارة مقسمة فسيفساء وهذا بتجلى لك الأداء وأنا بتحدثت في بعض الدروس عن المعارك اللي قامت بينهم في 120 سنة على فكرة معارك استمرت في معارك استمرت بينهم 100 سنة في معارك 30 سنة في معارك 27 كلها إلها أسماء إش عجيب إش عجيب إش عجيب جباروتهم طيب هذول كيف لا ما تفرقوش شوفوا رحمة الله فأغرينا مش مسهم وأي ناس بما في المسلمين أخذ ميساكهم ونسوا فيهم عقوبات طيب اليهود اليهود لما نسوا لما نسوا إشتار معهم برضو مش بس ذكر القرآن في الآيات فيما يتعلق باليهود الآن إحنا اليوم الناس منقسمين قال إش ناس بدوا عيد أوكرانيا وإش ناس بدوا عيد روسيا كنقالوا لك هذا الرئيس اليهودي في أوكرانيا في يوم من الأيام أدان الفلسطينيين طيب طيب أدان الفلسطينيين طيب إحنا شايفين بوتن بقتل المسلمين يعني يعني فهمنا يعني شو مسوقكم توقفوا لو صحيح مع هذا أو مع هذا لو هذا أو مع هذا إيش المسوق توقف مع هذا هذا من نعمة الله الآن بق هذه من نعمة الله هذا لابد أن يفرز إيش جديد هذه من رحمة الله في الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض إيش بيصير لففزن الأرض أنتم لاحظين هذا قانون تدافع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفزدت الأرض تفسد الأرض الأرض على فكرة في تاريخها هذا التدافع هو اللي في الأخير بخرج الخير كيف الآن بخرج الخير هذا اللي أنا قصط أني أركز عليه يفهموا أنت ما فيه شو اللي بنزمك تكون مع أوكرانيا أو تكون مع بوتين لكن ممكن أنت تكون مع فكرة الضعيف ممكن ممكن تكون مع الضعيف إذا كان هذا القوي إذا كان هذا القوي مجرم وممكن يستمد ممكن يستمر إجرامه طيب تقول لي طيب شو طيب ما هو برضو الغرب قوي وإذا وممكن يصفي روسيا الضعيفة تفاصيل طويلة لا هذا قانون التدافع بدي يفرز إشي بظل إحنا هون كعالم عربي وإسلامي الأصل لو كان في حكومات حكومات بتمثل شعوبها هي بتعرف مش الناس اللي بدهم يقعدوا أيدوا الآن شو يعني بلا سائل فيك بوتين ولا أوكرانيا وانت تكتب في الإنترنت بس بس شوفوا التواغيت قديش هم مؤثرين في حياتنا لو كان لو كان هذول بمثل شعوبهم كان بيعرفوا وين المصلحة وكيف يستغلوا مثل هذا الواقع اللي هو التضاد القائم يستغلوا من أجل أنهم يعملوا لصالح أمتهم بقدروا بقدروا طبعا لأن التناقض بينهم على فكرة بيجعلك أنت مطلوب من الطرفين مطلوب من الطرفين طب مطلوب من الطرفين لكن اليوم اليوم المشكلة تكمن وين أنه الموجود جواسيسه طغاء جواسيسه طغاء من هون ما بتوقعوش الناس أنهم يستفيدوا من مثل هذا الصراع ولأن القضية طويلة الحقيقة وبعض الناس بدوا ممكن كلي آه بدوا أما شفت ساعة ونصف وحنا قزنا ساعة لآن بدهم يقولوا لي طب أنت يا شيخ ما قلت الناس شو راح يصير هذا مهم شو هذا مهم سيناريو لا 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 بأعطي سيناريو ولا بأعرف شو اللي بصير ولكن يبدو إلها علاقة بالموضوع اللي إحنا متكلمين فيه كيف بدوا ييجي كيف بدوا ييجي شوفوا الحكمة أنتوا فيما بعد الآن مش مطاولة ما هي إذا صحيح كلامنا إذا صحيح كلامنا مش مطاولة يعني كلها قد يا شهر يا شهرين يا تلاتة مش هكال اللي هو وكل اللي هركت أنت كل تلاتة طبعا أربعة اللي هو مش هذه القضية هون هم فقط الآن يفتحوا عينيهم وشوفوا الحكمة الرب وكيف الأمور بتصير وكيف الأمور بتصير وكيف بدوا يخرج من رحم هذا الفساد هذا الفساد من هذول الناس كيف بدوا يخرج الخير من رحم الفساد والقتال بينهم والصراع يعني هذا الرسالة اللي ابنا بعتها أما والله أني أقول لهم شو رح يصير احنا قائلين هم شو ممكن يصير أصلا يكفي أنهم يراقبوا الآن يشوفوا كيف الأمور مين كان يتوقع مين كان يتوقع قال أنه ثلاث الشر بن زايد وبن سلمان وسيسي قال هذول ثلاث الشر الشر قال يعني بوقفوا مع روسيا مثلا عجيب مش أنتوا مع أمريكا مش أنتوا أصلا مع أمريكا إيش اللي بيصير بدنا نقول للي بيحلله معناته أنتوا مش فاهمين يا بشر أنه فيه شغلاء أشياء تحتانية أنتوا مش بدركينها يعني ممكن أمريكا اللي قالت لهم اشتغلوا هيك مهما عرفتهم تافهين وبأثروش اشتغلوا هيك ليش يشتغلوا هيك زي بيكون فيه لهم مقاصد الغرب نفسه بكله مقاصد لأنه هذول لأنه فيه ناس هالكات بيبدوا إيش بدهم يلمعوا ابن زايد وبن سلمان وسيسي بلمعوا مواقف مواقف إيش مواقف مع اللي قتل الشعب السوري السوري أه ولا أمريكا قيلت لهم بتوقفوا هذا الموقف ما أنا بذكر أصلا لما في الحرب على صدام كل الدول العربية تقريبا كانت ضد مش كل طبعا كانت ضد صدام ووقف الملك حسين أيد صدام شو يا ملك حسين أنت بطلت حقيت لك علاقة بأمريكا وفريطانيا وغيره وتأيد صدام ليش مشان شو شو القصة في تعيد صدام مثلا الصورة الآن وطني الناس إذن مش بها السذاجة مش إش الإش الظاهر الباطن هو الأساس ولذلك أختم أنا بمثال يا ما ضربنا وهذا يبدو أنه رحمه الله اللي هو عالم الاجتماع الجزائري مالك من نبي مالك من نبي ممكن أعطى هذا المثال الآن إذا بتلاحظوا في قضية مصارعة الثيران ما بشوفوها في التلفزيون مصارعة الثيران المصارع شو بيحمل بيحمل شريطة شريطة لاحظوا أنه المصارع بيكون ثابت وبحرك قطعة الكماش الثور يحجم على المتحرك مع أنه ثابت بيخفش المصارع أنه يضربه لأنه بعمل له هيك بيحرك له بيحرك له شريطة وين بيهجم الثور على الشريطة المتحركة تمام طبعا يا ثور أنت عرف أنه هذا هو الهدف الهدف المصارع رايح لي فشو قال وقتها قال هو بيخلق هدف صناعي مشان يذهل عن الهدف حقيقي فهذه الدولة علوم اجتماع علوم نفسه غيره بيخلقوه لك مرات أهداف صناعية مشان ما تنتبهش للهدف الطبيعي الأصلي الأصلي الحقيقي أيها آه إذن هذا هو وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبرك الله فيكم اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة